أهلا بكم في فيديو جديد في هذا الفيديو سنشرح بعضا من هذا المقال سأختار أجزاء محددة فقرات محددة وسأشرحها ثم بعد ذلك سأعطيكم بعض الجمل لتترجموها لن أعطيكم أي وقت يمكنكم إيقاف الفيديو لكي تترجموا الجمل التي أقولها لأنني لن أعطيكم وقتا كافيا لتترجموها لأن ذلك سيجعل الفيديو طويلا جدا نمكنكم إيقاف حتى تترجموها ثم تستمعوا للترجمة التي أقدمها فيما بعد هذه الترجمة الهدف منها هو جعلكم تذكرون هذه الكلمات مساعدتكم على حفظها وليس الهدف هو تعليم الترجمة بحد ذاتها عنوان هذا المقال الصين تحث الأسر على تخزين المواد الأساسية في حالة الطوارئ تخزين الإمدادات الأساسية يعني في حالة وجود أو في حالة طوارئ إذا ما كانت هناك حالة طارئة أو شيء يدعو لإستخدامها أرجح يحث أرجح حث يحث بالإنجليزية تتحب على حقا أو تتاقف على تساعدة من أحدهم لفعل شيئا موارد 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 الموارد الأساسية أو الإمدادات الأساسية كل هذه الكلمات يترجم لسupplies كلمة store فهي يخزين China urges families to store basic supplies in case of emergency China's government has urged families to stock up on essential supplies in case of emergencies هذه كلمة أخرى لها نفس معنى الكلمة التي رأينا هنا to store to store و to stock up تعنيان يخزن to store to stock up to store to stock up يخزن essential supplies الموارد الأساسية مخزون أساسي إمدادات أساسية مرة أخرى إسسنشل هنا تعني أساسي جوهري ولها نفس معنى كلمة basic basic supplies وإسسنشل سupplies نفس المعنى في هذا السياق لم يُعطى أي توضيح أي سبب لهذا الإشعار والإختار من وزارة التجارة no reason was given no reason was given لم يُعطى أي سبب no reason was given reason هنا تعني السبب لم يُعطى أي سبب لهذا الإختار لهذا الإشعار for the notice from the ministry of commerce وزارة التجارة commerce 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 but it came and they don't go in coronavirus lockdowns and concerns and concerns over vegetable supplies لكنه جاء وسط مخاوف مستمرة عفوا جاء وسط عمليات إغلاق مستمرة بسبب coronavirus but it came amid ongoing coronavirus lockdowns ongoing 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 تعني مستمر ongoing continuing still in progress مستمر ongoing coronavirus lockdowns عمليات الإغلاق المستمرة بسبب coronavirus lockdowns lockdown تعني الإغلاق lockdowns عمليات الإغلاق لأنه لا يمكن أن نقول الإغلاقات في هذا السياق أقول عمليات الإغلاق amid وسط amid amid هذه الكلمة جاءت في الأصل من middle التي تعني الوسط amid ongoing coronavirus lockdowns وسط عمليات الإغلاق بسبب كورونا and concerns over vegetable supplies وكذلك وسط مخاوف بشأن إمدادات الخضار concerns مخاوف 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 over vegetable supplies بشأن إمدادات الخضار vegetable supplies after after unusually heavy rain damaged crops بعد أن دمرت الأمطار الكثيرة أو الغزيرة المحاصيل أو ضررت ليس دمرت هنا ضررت بالمحاصيل أتلفت المحاصيل damaged damaged أتلفت جاءت من damaged يتلف crops المحاصيل heavy rain damaged crops أتلفت الغزيرة دمرت المحاصيل the ministry also asked local authorities to keep supply chains running smoothly and prices stable كما طلبت الوزارة من السلطات المحلية أن تبقي على الأسعار ثابتة prices stable وأن تبقي على سلاسل التوريد أن تجعلها تعمل بسلاسة أن تحافظ على عملها بسلاسة the ministry also asked local authorities local authorities سلطات محلية to keep supply chains running smoothly تحافظ على سلاسل التوريد أو عمل سلاسل التوليد بسلاسة smoothly 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 بسلاسة and prices stable نتحافظ كذلك على ثبوت الأسعار prices الأسعار ضد كلمة stable هي unstable غير ثابت unstable سأقوم بقراءته الفقرة بشكل كامل بعد ذلك سنقوم ببعض التمارين تدرب على هذه الكلمات عن طريق الترجمة تحافظ 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 الوذكار على بشكل سبيل المقابلين في الموضوع وهذا الشيء من المقابلين من الموضوع ولكنها موجودة محاولية المقابلين المقابلين ومن المتحدث عن السبب المنزل بعد الأنسال انتقال مقابلين The ministry also asked local authorities to keep supply chains running smoothly and prices stable سنقوم الآن بالتدرب على هذه الكلمات التي رأيناها هنا سنبدأ من العنوان هناك كلمات كثيرة مهمة مهمة urge يحث و basic supplies مواد أساسية مؤن supplies مؤن أو إمدادات supplies مؤن أو إمدادات in case of في حالة in case of emergency حالة طوارئ طوارئ to store يخزن الحكومة حثت الناس على شراء الطعام كما قلت لن أعطيكم وقتا لترجمة الجملة يمكنكم إيقاف الفيديو حتى تحاولوا ترجمتها بعد ذلك تطلعون على الترجمة التي قدمتها الحكومة حثت الناس على شراء الطعام الحكومة حثت الناس على شراء الطعام المؤن المؤن الحكومة لم تحث الناس على شراء المؤن الحكومة لم تحث الناس على شراء المؤن الحكومة الحكومة ستحث الناس على شراء المؤن الأساسية تذكروا قد استخدم رأينا هذه الكلمة أساسي رأينا كلمتين لهما نفس المعنى في الفيديو الجملة في المستقبل ستحث الحكومة ستحث الناس على شراء المؤن الأساسية الناس على شراء المؤن الأساسية ستحث الناس على الشراء المؤن الأساسية انظروا الناس على عقل المؤن الناس على المؤن الأساسية مؤن أساسية الحكومة طلبت من الناس تخزين المؤن تذكروا أننا رأينا كلمة يخزن هي store طلبت الحكومة من الناس طلبة يمكن أن تستخدموا فعل ask بمعنى يطلب من الناس تخزين المؤن سنستخدموا سيغة أخرى في الجملة التالية المبني للمجهول أريد منكم أن تترجموا للمجهول أن تترجموا جملة التالية تمحت الناس من قبل الحكومة على تخزين المؤن تمحت الناس من قبل الحكومة الصينية على تخزين المؤن سنبدأ بالناس بما أننا نتحدث هنا عن الماضي حث تمحت في الماضي سنستخدم فعل تمحت الناس من قبل الحكومة اعلن الحكومة عن حالة طوارق the government declared has declared a state of emergency a state of emergency the government has declared a state of emergency حالة طوارئ تم إعلانها من قبل الحكومة حالة طوارئ تم إعلانها من قبل الحكومة a state of emergency has been declared تم إعلانها declared by the government الآن سوف نتعلم كلمات أخرى نتدرب عليها هي reason التي تعني السبب ongoing مستمر ongoing concerns مخاوف unusually بشكل غير اعتيادي unusually damage يضر يضرب أو يضرب crops المحاصيل نبدأ بreason سبب reason تعني كذلك العقل لكن في هذا السياق تعني سبب سبب جيد سبب جيد good reason ترجم ترجموا هذه الجملة أعطني سببا جيدا give me a good reason أعطني سببا جيدا يمكن أن نقول كذلك وجيها ترجمها صحيحة وجيها good reason أعطني سببا وجيها واحدا لما يجب أن أساعدك أعطني سببا وجيها واحدا لما يجب أن أساعدك give me كما قلت سببا وجيها واحدا give me one good reason لما يجب أن أساعدك why I should help you ما هي المخاوف أو الخوف أو القلق مخاوف concerns أولا نترجمها كذلك بقلق concern قلق لا يوجد سبب للقلق there is no reason for concern concern هو القلق لا يوجد سبب للقلق there is no reason for concern ما هو سبب قلقك ما هو سبب قلقك what is the reason for your concern coronavirus virus هو سبب الإغلاق حول العالم coronavirus is the reason behind look down across the world حول العالم across the world هناك مخاوف مستمرة تذكروا بأننا رأينا كلمة مستمر هي ongoing هناك مخاوف مستمرة بسبب كورونا there are ongoing concerns because of coronavirus 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 ما هي المؤن بالإنجليزية أبرعيناها من قبل المؤن هي supplies مؤن الخضر there is a كيف نقول نقص هناك نقص في مؤن الخضر there is a shortage in vegetable supplies المحاصيل هي كلمة أخرى رأيناها هنا damaged crops محاصيل المحاصيل crops هناك نقص في المحاصيل there is a shortage in crops هناك نقص مستمر في المحاصيل استخدموا الكلمة التي رأيناها سابقا ongoing التي تعني مستمر هناك نقص مستمر في المحاصيل there is an ongoing shortage in crops هناك نقص غير اعتيادي في المحاصيل هناك نقص غير اعتيادي في المحاصيل كلمة غير اعتيادي رأيناها كذلك في هذا النص there is there is an unusual shortage in crops لا يوجد هناك أي سبب لتخزين المحاصيل لا يوجد أي سبب لتخزين المحاصيل there is no سبب رأيناها سابقا reason to التخزين رأيناها كذلك استخدموا الكلمتين التي رأيناهما قلت لكم بأن هناك كلمة store و stock up to stock up on essential supplies there is no reason to store ويمكن كذلك أن نقول to stock up crops شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في درس لاحق أتمنى أن تكونوا قد استفدتم أو أعجبتكم هذه الطريقة الجديدة في تعليم الكلمات